مع كل هذه المواقف الصعبة اللي مارتوا بيها تحديداً في الوطن رد فعلوكوا بقى بعد البيان احساسكوا بعد البيان يعني فرحة كبيرة يعني خلني بالك انا برضو فاكر في الوقت ده الواحد كانت مثلاً جرنان وانزل اروح مثلاً يصدفوني في برنامج وارجع تاني وبتاع وبعدين فرحة كبيرة وتركب وبرضو يعني خوف على المستقبل لان ده فصيل يا جماعة اللي حصل في ثورة 3 يوليو او في ثورة 30 يوليو ده مسهل الناس اللي مختنع ان ده سهل ده مسهل انت 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 ساعتها امريكا ما كانتش كانت يعني كانت ميدة لإخوان كان المجتمع الدولي انا فاكر ان احنا يعني انا شخصين سفرت بعد 3 يوليو كذا يا دولة اوروبية كان لا لا كان فيه رفض كبير وكل الناس اللي اللي بتكلم على الاعلام كل الناس اللي كانت مسافرة برا انا عرف حد يعني شخصية مصرية عظيمة يقول لي انا كنت بتابع الاعلام الدولي اسمح حاجات اكلم اهلي اسمح حاجات تانية خالص بقيت يعني يعني اهلي اكلمهم انتو فين احنا في المدين فيه قد ايه ملايين اسمح الاعلام الدولي بيحكي في قصة تانية خالص فحصلت عملية تضليل وحصلت عملية انت يعني 30 يونيا ارادة مصرية خالصة مش عايز اقول ضد الاخوان ضد الاخوان وضد كثير من دول العالم اللي الاخوان حاولوا يسوقوا لهم ان ده ينقل ابعث كري مش مش ارادة شعبية والاخوان كانوا الى حد ما نفذين في مصادر في الصحب بشكل او باخر وبيعرفوا يضغطوا يبعثوا ملايات ويبعثوا بتاقي يعني عندهم طرقهم في كيف